السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أساعة حال الفيديو ده موجه لحبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية علم رياضة هنتكلم في إن شاء الله عن مؤشرات تنسيق كلية الهندسة لدفعة 2022 2023 زي ما قلنا الكلام موجه لعلم رياضة طبعا كلية الهندسة غنية عن التعريف فهي بتكون عادة أعلى كلية بالنسبة للتنسيق في علم رياضة كلية أقسمها كتير ومختلفة فالمهندس من أكثر الناس نظاما النظام بيساعده على الإنتاج المهندس كمان مبتكر يقدر يحل المشكلات اليومية اللي بتواجهه فما بيعرفش الملل الحاجة الأخيرة المهندس قادر على التخطيط والتفكير المنطقي مش هنتطول على حضراتكم نخش بقى على تنسيق كليات الهندسة في جميع جامعات جمهورية مصر العربية ولو انت أول مرة تشاهد الفناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الدرس عشان يجي لك كل جديد وتشاري الفيديو عشان غيرك يستفيد مع بعض يا شباب بقى نشوف التنسيق بتاع السنة دي أو مؤشرات التنسيق بتاع السنة دي مؤشرات الكبول يا شباب بكلية الهندسة تنسيق العام الحالي ان شاء الله يكون قريب جدا من تنسيق العام الماضي نظرا لان نسبة النجاح قريبة جدا من بعض وخلي بالك انت عندك حوالي خمسة وعشرين كلية من كليات الهندسة اعلى هندسة زي ما حضرتك عارف هندسة بترول وتعدين السويس وكانت خارط السنة اللي فاتت تلتمية تمانية وسبعين درجة يعني حوالي تنين وتسعين واثنين من عشرة في المية نيجي بعد كده يا شباب بقى لكليات الهندسة بدايتهم من كلية هندسة القاهرة خارطت من 356 درجة حوالي 86.83 مية في المية واخر كلية كلية هندسة الطاقة أصوان خادت من 327 درجة يعني حوالي 79.76% يعني الـ 25 بقى كلية الهندسة كده بسرعة بقى مع بعض كليات الهندسة يا شباب بتخلص مرحلة أولى إلا السنة اللي فاتت كان فيه كليتين بس فضلوا مرحلة تانية كانوا في أول المرحلة التانية بالنسبة للثانوية العامة كلية الهندسة بتاعت أسيوت وكلية الهندسة بتاعة الطاقة اللي موجودة في أصوان كانوا في أول المرحلة التانية طب بالنسبة من ستربائية الهندسات أخبارها إيه؟ عندك هندسة ضمياط خادت من 354 هندسة عن شمس 349 هندسة الأسكندرية 347 هندسة طنطة 344 كفر الشيخ 342 الزأزيق 341 قناة السويس بالإسماعيلية 340 المنوفية بشبين الكوم 340 بورس عيد 338 حلوان 336 هندسة بنها 335 هندسة السويس 334 هندسة بنها بشبرة 333 هندسة سهاج 332 حلوان بالمطارية 331 هندسة الفايوم 329 بني السويف 329 هندسة إلكترونية بمنوف المنوفية 328 هندسة أسوان 328 جنوب الوادي 328 والمينيا كمان 328 يعني 80% وبعد كده يا شباب كان فيه هندستين هل هي الأولى كانت كلية الهندسة بأسيوت خدت 327.5 وهندسة الطاقة بأسوان 327 هندسة تنسيق كليات الهندسة على حسب تنسيق السنة اللي فاتت اللي قد لا يتغير كثيراً السنة دي لان طبعاً النسب تقريباً قريبة من بعض بالنسبة لنسبة النجاح فمؤشرة الكبول إلى حد كبير هتكون قريبة جداً من بعض رب نوفقك يا شباب عجبت الفيديو فننساش اللايك والشير و لو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة اشرفني بالاشتراك و بننساش تفعيل الجرس و ان شاء الله يجيوك جديد و اشتري الفيديو عشان غيرك يستفيد كان معكم اصدر احمد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و لو انت اول مرة تشاهد القناة تشرفني بالاشتراك و دوس لايك و تنساش تفعيل الجرس واتشارر الفيديو عشان غيرك يستفيد